في احتفالية خاصة ضمن أعمال ملتقى المسئولية المجتمعية للأسرة العربية الذي يعقد هذا العام تحت عنوان مسئولية استقرار الأسرة العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أطرون وأدوار بتنظيم مشترك من قبل الشبكة الإقليمية والاتحاد الدولي للمسئولية الاجتماعية ومنظمة الأسرة العربية تم الإعلان عن اختيار المجلس الأعلى للمرأة المؤسسة الفائزة بالجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة البحرينية لعام 2020 والممنوحة من قبل الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية وبتسكية جماعية من قبل الجهات المعنية بتنظيم الملتقى وخلال مراسم حفل استلام الجائزة التي أشار الإعلان عنها عن تقديم المانحين للجهود المتواصلة والنوعية لخطط المجلس وبرامجه وألياته تعاونه وهما يحظى بالقيادة المتميزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة أعربت سعادة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن الشكر الجزيل والامتنان العميق لهذا القرار الكريم باختيار المجلس لنيل الجائزة وذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي أقيم عن بعد صباح اليوم وقالت الأنصاري أن هذا التكريم له مناسبة سعيدة تتوجه فيها لمملكة البحرين بالتهاني والتبركات على هذا التكريم العربي الذي يأتي معبرا عن نجاح الجهود الوطنية التشاركية في حفظ حقوق الأسرة البحرينية والارتقاء بشأنها وأشارت إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة عبر مسيرة عمله على تبني قضايا المرأة البحرينية والدفاع عن مصالحها والتعبير عن تطلعاتها في سياق عمل مؤسسي يطمح على الدوام بأن تكون مملكة البحرين مركزا للخبرة في مجال تقدم المرأة واستدامة مساهماتها في البناء الوطني هذا وكان البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس المجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قد ألقى كلمة نوها من خلالها بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة في خدمة المرأة والأسرة البحرينية مشيرا بشكل خاص إلى قدرة المجلس على تسخير إمكانياته وموأمة برامجه وخدماته بسرعة ومرونة كبيرة من أجل دعم الاستقرار الأسري هذا وشاركت الشيخ دينا بن تراشد الخليفة القائم بأعمال مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في جلسة العمل الأولى للملتقى حيث قدمت عرضا مرئيا استعرضت من خلاله دور المجلس بمساندة الاستقرار الأسري والاقتصادي للمرأة البحرينية في مواجهة جائحة كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر